من جديد نجح علماء مصر وعقولها الشابة في تحقيق نجاح دولي المرة دي كان الفوز ببحث عن قياس الكالسيوم في الشرايين التاجية بجائزة أفضل بحثة ضمن مجموعة بحوث 86 بحث مقدم بالمؤتمر الدولي اللي عقد بالوكالة الدولية للطاقة الدرية بفيينة خلونا نعرف أكتر تفاصيل عن البحث والجائزة من صاحبة البحث بذات نفسها موجودة معنا النهاردة الدكتورة هالة سالم مدرس الأشعة التشخصية والطب النووي بقسم البحوث الصحية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاعية الطاقة الدرية صباح الخير على حضرتك نورتين صباح النور ألف مبروك في البداية وحبين نعرف أكتر عن البحث ده وعن يمكن للمؤتمر الدولي وعدد الأبحاث المشاركة فيه هو ده مؤتمر متخصص في تصوير الطبي للأمراض القلب والقواعيات الدموية بيتعامل كل أربع سنين هي دي أهميته أنه هو كل أربع سنين بيقام في بلد ما يعني السنين دي كان موجود في فيينا في النمسا ما كانه تحديدا كان في الوكالة الدولية للطاقة الزرية المؤتمر ده بيناقش يعني الأنواع المختلفة من الأشعاعات اللي بتشخص أمراض القلب وقصور الشرعين التاجية وإذا كان القلب فيه مشكلة أو لا المؤتمر ده بيشارك فيه علماء يعني من 85 دولة على مستوى العالم أو كانوا مشاركين فعليا كان فيه 300 حضور و1500 فيرشول من برى المكان يعني الأبحاث المتقدمة كانت أبحاث كتيرة تم اختيار 86 بحث منها إنه هم يبقوا موجودين في المؤتمر والبحث بتاعي الحمد للإكن يعني خاد جائزة أفضى البحث في المؤتمر ده الحمد لله الحمد لله طيب حبين بقى نفهم البحث أكتر لأنه مهم جدا جدا طيب مهتمين بالذات بالصحة وبنتكلم عانها طول الوقت يعني إيه كالسيوم في الشوريان التاجي هل دي حاجة حلوة أم لحاجة وحشو نحن عارفين كالسيوم يبقى حاجة حلوة أكيد لكن يعني إيه كالسيوم في الشوريان التاجي للأسف هو مش حاجة كويسة يعني هو بيبقى حاجة بتكتأ أو بتكتشف إن إحنا الكلسة يمدام ترسب على حاجة ممكن تعمل إنسداد في الشريان التاجي فإحنا بيبقى أي فحص اللي هي أكيد معظمنا يسمع أن بعض الناس ما بتشيكي من أي أجاب في صدرها فبيبقى خطوة أولى كده قبل الأسطرة بنقوله طيب ما تروح تعمل أشعة مقطعية بالسابغة على الشريان التاجية نتطمن فالجزء ده من الفحص ده عبارة عن فحصين مع بعض فحص في الأول بيقس نسبة الكالسيوم في الشريان التاجية والفحص الثاني بنيدي السابغة وبنشوف بقى الشريان نفسها ففي بعض المرضى للأسف بيبقوا مش محظوظين قوي عندهم مشاكل في الكلا فمنقدرش نستخدم السابغة معاهم فمن أول الموضوع بنقول لهم لأ سوري إحنا مش نقدر نعمل لكم الأشعة دي لأن السابغة خطر عليكم فأنا عادت أفكر كده إحنا طبعا شغلنا أساسي في الهيئة وأصلا العالم كله متاجه التوجه ده أن إحنا على قد ما نقدر نقلل تعرض العيان للإشعاع مش معنى أن أنا معايا الفلوس وأن أنا في حاجة بتقول أن أنا لازم أعمل أشعاع دي أن أنا عملها لازم يبقى فيه اللي احنا بنقول عليه أوبتوميزيشن للحاجة اللي أنا هستخدمها هستخدمها فعلا هستفيد ولا لا مش عارض العيان للإشعاع الفاضي فإحنا الجزء اللي هو فيه جزء ما بيكملش دقيقة والعيان نايم على الجهاز بنقيس نسبة الكالسيوم في الشريان التاجية وبعدها بنيدي السابغة فأنا لو ما لقيتش من لقيت الكالسيوم أصلا زيرو ليفل أنا أقدر أقول يعني ده البحث بتاعي بقى هل أقدر أقول إن أنا ماشي العيان وأقوله امشي ما تقلقش أنت زي الفل بحيث أن أنا أخلي العينين مش يقدروا ياخدوا سابغة يستفيدوا حتى من الجزء ده من البحث من الأشعاع يعني وفعلاً لما عملنا البحث ده وتابعنا العيان ثلاث سنين فترة ثلاث سنين بعد كده لقينا إن العيانين كلهم اللي كان عندهم زيرو كالسيوم ليفل ما حصلش عندهم أي إفنس بتقول إنه هم حصل عندهم استدادات في الشريان التاجية فليه ما نستخدمش يعني البحث ده كله بيركز عليه ما نستخدمش بس الجزء ده من الفحص الكامل إنه يبقى زي الفحص المامو جرام في الناس اللي عندهم الأمراض السادي يعني يا دكتور عيلا ماليش أنا هخديني بقى واحدة واحدة معي هل النهاردة دلوقتي محتاجة عشان ما يبقاش عندي كالسيوم في الشريان التاجي إن أنا نسبة الكالسيوم في جسمي أصلاً تبقى قليلاً ولا دي كده عالية لا 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 دي ملهاش علاقة دي حاجة كده يعني بتحصل بسبب الأمراض المختلفة بقى الضغط والسكر والتدخين الحاجات العادية دي ملهاش علاقة بالكالسيوم ولا حد ما حدش يروح يبطل ياخد كالسيوم ملهاش علاقة يعني هي مجرد زي ما كان بيترصب عليه كالسيوم بيقولي إن هنا فيه جلطات على فكرة بتحصل أو فيه انسدادات بتحصل ما بيترصبش عليها كالسيوم فإحنا كنا بنحاول نشوف هل فعلاً إحنا نقدر نعتمد على الزيرو كالسيوم ليفل ده اللي هو إنه يطلع الزيرو هل أقدر أقول للعيين مع طبعاً إحنا كنا بنكورليت المواضيع دي بالعيين عنده ضغط عنده سكر عنده حاجات تانية مش مش اعتمدنا برضو على الموضوع ده أساسياً يعني لو المريض عنده سكر أو ضغط أو كده أو كوليسترول حتى يبقى ممكن ده إنديكيشن يقول إن يمكن يكون عنده كالسيوم في شرعين التاجيوم ممكن يكون عنده جلطات أو انسدادات عموماً أو حاجة ممكن تكون بداية إنه هيحصل عنده قصور في شرعين التاجيوم حالك قلت دلوقتي إنه مش لازم الجلطات تبقى أو الكالسيوم ما يسببش ترصبات بسبب الجلطات مش لازم كل الانسدادات دي يترسب عليها كالسيوم مش لازم لكن حال الكالسيوم الزيادة في شرعين التاجيوم يقول إنه هي موجودة يقول إن فيه جلطات تحسن بس مش شرط الجلطات أنواعي إن هي مش سادة هي مش حاجة سادة بالكامل هي لها درجات معينة طيب هل دخل البحث ده مراحل التنفيذ والبحث العلمي لا لسه هو واحد هو يعني لسه كده دي بداية إنه هو كان أصلاً مريكمنديشنز بتاعة المؤتمر هو ده اللي خلل البحث يعني أو ليه إيمة إنه هما كانوا بيروقي كان لهم مريكمنديشنز إنه إحنا نعمل أكتر في المجال ده وإحنا نحاول نعمل يعني فوكس على أنواع معينة من الأشعاعات نقدر نستخدمها بتقلل تعرض العين للأشعاع وبتقدر تشخص المرض سريعاً يعني طب إحنا تكلمنا إن إحنا لو عملنا مامو جرام ولقينا إنه العين ده ما عندوش كالسيوم زيرو كالسيوم على الشريان التاجي هل بقى لو طلع فيه ونسبته عالية بتعميله؟ لا إحنا مثلاً أكتر من أربعمية لو طلع أكتر من أربعمية إحنا بنوقف الفحص بنقوله لا إنت لازم تروح تعمل أسطارة قلبية خلاص إنت أكيد عندك حاجات هتبقى عاملة مشاكل فيه في الوسط بقى اللي هو من زيرو لغاية أربعمية بدرجاتها بيبقى محتاج متابعة فيه عينين طالما حالته الصحية تسمح ممكن بما إنه هي شكوة العين هي الأساس العين لسا بيشتكي حتى لو أنا مش شايفة حاجة ببدأ أعلى بالأشع اللي أنا هعملها له لغاية ما اكتشف أو أدخل على طول على الأسطار الاستكشافية ولو طالع فيه حاجة بتقلب علاجية على طول طب الأبحاث بقى التانية اللي تم تقدمها للمؤتمر يعني وحضرك البحث بتاعك فاز بأفضل بحث كلمين عن الأبحاث التانية هل كانت في أبحاث مشابهة مثلا بتدور حوالين إيه؟ هو المؤتمر كان بيتكلم عن كل الأنواع لأشعاعات التشخصية الأمراض القلب سواء كانت المقطعية سواء كانت اللي هي بالمسح الزري سواء الرانين المغناطيسي فكانت الأبحاث كلها متشعبة في الحاجات دي أنا البحث بتاعي يعتبر داخل تحت الكاتيجوري بتاع الوقاية من الإشعاع يعني أن أنا بقلل تعرض العين للإشعاع في تشخيص أمراض القلب طيب والنهار ده بقى لما حريك رجعت بقى هنا الشغل عادي خالص هل في بقى خطوات تانية بتديتي تغذيع تجاه البحث ده؟ يعني هل في فكرت في حاجة يمكن أكتر شوية من مسببات مثلا الجلطات أو يمكن الحاجات التانية اللي ممكن تترصب على شوية نتجي فتسبب جلطات؟ هو أنا من أول مبارح كنت بدأت فعلا أن أنا فيه زي شغل استكمالي للموضوع عشان يبقى يعني نقدر نكتشف حاجات أكتر ونقدر نفيد العين أكتر ومبارح كنت كان فيه ميتنج كده مع ناسمه دكاتر أطباء يعني أن إحنا زي نكبر الموضوع وزي نبقى جاهزين بحاجة تعتبر يعني نقدر بقى نسبتها علمين ونقدر نشتغل بيها ونقدر نقدمها في نفس المؤتمر ده كمان أربع سنين تبقى كأنها استكمال الشغل بتاعنا من طب مش هينفع تقول لنا إيجا لسه يعني لما نعمل حاجة ونعرف هتطلع إيجا خليني أتكلم بقى مع حضرتك بطريقة يمكن نهار ده المشاهدين بتفرجوا علينا دلوقتي واللي حيسس يمكن بواجع شوية في منطقة الصدر أو غيره إزاي أقدر أنتبه لوجود مشاكل قلبية مبكرة قبل ما تبتدي تبقى خطر بقى طبعا فيه كده أعراض معينة اللي هي أنه العين بيحس أنه فيه حاجة ضغطة على صدره أو حسس بحرقان في صدره بس المهم إن الموضوع ده بيكون بيزيد عن عشر دقيق وبيحصل يعني فيه عيان يقولي أنا بيجيلي وأنا قاعد وأنا بعمل أكتيفتي أو بتحرك لا هي إحنا بنركز على إنه لما بيعمل أكتيفتي حتى لو بسيطة بيمشي بالجامعة مثلا عشان يصلي بيعمل حاجات بسيطة بيحس بالواجع ده لا ده ألارمنج يعني لازم روح شوفي إيه ما تسكوتش برضو طبعا القتاك نفسها بقى بيبقى خاص معها نفس الألام دي بس ممكن يبقى معها ترجيع بيبقى معها عرق فما ينفعش يعني فيه عينيين بتحصلهم مشاكل بسبب أن هو بيجيله قتاك دي بيقول لا ده أنا تعبان شوية هنام وارتاح بيبقى ضيع الفترة اللي إحنا ممكن نعالجه فيها وبدأت عدد القلب تتأثر بسبب الحاجة اللي حسنت دي ليه في الفترة اللي فتت ابتدينا نشوف يمكن أزمات قلبية لشباب صغير في السن يعني النهار ده فين المشكلة هل بنتكلم على عادات غلط بيقوم بيها الشباب يعني كان دايما يقولك أمراض القلب ده لما فوق الستين بحبة يعني يقولك الكبار شوية في السن هم اللي يمكن بيبتدي يظهر عليهم العلامة دي لكن النهار ده بقينا نشوف شباب عندهم عشرين سنة ويمكن أقل كمان عندهم أمراض قلبية وكمان نسب الكوليسترول بتدينا نشوف في سن صغير عالية جدا ده بسبب ايه؟ هو طبعا جزء من الإجابة؟ كمان بعد رياضيين على فكرة يعني ولاش علاقة أنت بتلعب رياضة ولا لأ بقى فيه رياضيين بيموتوا في الملاعب بسبب الحاجة جزي هو جزء من الإجابة اللي حضرتك قلتين البيئة اللي احنا عايشين فيها الضغوطات والاسترس واليعني احنا حياتنا بقت سريعة بطريقة غريبة بقت مرعبة ما بناكلش الأكل الصحي يعني كل أكلنا بنستسهل بنجيبه من بره زيادة برضو الأمراض الضغط والسكر وبرضو التدخين التدخين زاد بطرق غريبة وبدأت تطلع فيه بداية للتدخين الطبيعي اللي احنا أو السجاير دي اللي الناس كانت بتدخنها بدأ يطلع بداية للناس فهمة غالط إن هي بداية الصحية هي مش بداية الصحية بالعكس دي ممكن تكون أسوأ فكل ده زائد برضو إن احنا بقى عندنا شوية طرق التشخيص بقت أكتر بكتير سواء كان بالأشعاعات أو بالتحاليل بقى ده كتر حطين الموضوع في دمخهم فبقوا بيشخصوه بدري قوي يعني ممكن تبقى الحاجة حوالينا بس صحيح مش بصينا عليها بس بعد ما بدأنا نبص بدأ التزهر فكل دي أسباب قدت إنه بقى الموضوع كتير في سن صغير غير اللي احنا متعودين عني يعني احنا بدتكلم على العادات الخطأ اللي احنا ممكن بقينا نعملها دلوقتي وهي الأكل الجنك فود زي ما بيقولوا الأكل السريع التدخين الحاجات دي كلها غير بقى أمراض الضغط والسطور في ساعات بقى ناس بتبقى والله ولا بتدخن ولا حاجة وبرضو بتعرض بتبقى عوامل وراثية يعني أنا مثلا عندي عندي كوليستيرول على طول عالي وأنا مش أكلي مفهوش أي حاجة من المندي هو أنا وراثيا عندي قصة دي فالواحد بيكل شوية بيتشيك نفسه بيعمل تحاليل بيت طامن إنه هو ما عندوش الحاجات دي عشان حتى يبعد عن يعني يبقى عامل واحد ما يجمعش كل العوامل في الجسم هل بنتكلم إن التشخيص المبكر لكل حاجة هي الحاجة اللي فعلا بتنقذ الروح؟ دي طبعا أكيد بس أنا مش عايزة كل الناس تجري كل شوية نوعد نعمل فتح وندور يعني بس في حاجات كده حاول تخلي حياتك صحية دخل الرياضة المشي يعني بره يعني فأي مرة تروح تتعالج فيه يقولك امشي مع العلاج امشي هتمشي هتخف يعني مع أن انت تمشي موظف على العلاج بالمزبوط لكن من غير المشي رياضة المشي يعني علاجي ممكن ما يعملش حاجة فإحنا لازم بأي طريقة ويمكن أنا أنا ممكن أقول للناس من هنا يعني ادخلوا رياضة في حياتكم حتى لو على قد تمشي نص ساعة في اليوم أنا ما عنديش رفاهية أن أنا أطلع أروح جمع أمشي فيه أو أعمل في بيتي والله حتى أولادي بيقولون أنت بمشي حوالين المكان بحسب على الموبايل نص ساعة يعني لأن المشي ده شفت كل حاجة غير أنه هو بيرايح النفسي لو في مكان مفتوح يعني ده أكيد طيب غير البحث اللي حضرتك هتعمليه إيه خطتك الجاية ليمكن تطوير تشخيص الأمراض القلبية والله هو فيه حاجات كتير بتتعمل يعني لسه كان بنتناقش في المؤتمر إن إحنا مش لازم نعمل أشعات فنشوف الشرعين مقفولة أو مش مقفولة وعلى أساس هنقول للعين أنت كويس أو مش كويس لا إحنا مفروض نمشي لأبعد من كده ونعمل اللي هو بأن العين يجري أو يعمل أي ستراس عشان خطر يبان لو فيه نقصة برضو بيوصل لعدد القلب رغم أن ما فيش أي انسدادات موجودة فاللي هو إحنا كان الأساس في المؤتمر بيركز على أنه شكوة العين مهمة وبالذات كمان قالوها أنا دي كنت بقولها قبل ما سفر وتفاجئت أنه هم قالوها في المؤتمر أنه دايماً العينة اللي بتكون ست إحنا عملنا الأشعة وثلاث كويسة خلاص عاوزة إيه تاني دي بتتدلع يعني عادة يعني هم كانوا بيهايلايتوا موضوع ده يعني أمريكا نفسها كدب يعني حد من أمريكا بيتكلم بيقول إحنا مشكتنا أن إحنا بنعتبر الفيميل زار كريزي يعني هي قلتها حتى باللفز ده وهما لأ هم كائن مختلف عن الراجل فطريقة شكوته مختلفة بس بكل بساطة فكانوا بيقولوا لازم تركز على شكوة العين وتمشي معا للنهاية فممكن دي تبقى هي المظلة اللي أنا تحتها همشي في الحصب أتمنى يا دكتور بعد إذنك عشان دايماً يعني أنا شخصين بيقولوا عليها بتدلع سعيد أما هي بتدلع يعني مهم قوي النقطة دي آخر سؤال هسأله لحضرتك نسبة يمكن لو البحث تضمن نسبة الشفاء من زيادة الكولوسترول أو ترصب الكالسيوم على التاج الشريين التاجية يعني بمعنى إيه لو يعني هل في حضرتك مثلا تضمن البحث لو في شفاء من ده لا 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 هو بس كان بيتكلم عن أن احنا نكتشف وجوده أو عدم وجوده وأهمية ده لكن احنا ما دخلناش في الشفاء لأنه ده برضو هيبقى تخصص الأمراض القلبية أنا مش داتا خصوصيا نحن نشكركم ونبارك لك ألف مبروك دكتور هالا بجد يمكن دايما بنحب يبقى عندنا كده العلماء المصريين اللي بنوروا لنا بصرتنا كده لقدام يعني اكتشاف مهم جدا يمكن بحث كمان خد أحسن بحث من ضمن 86 بحث من بحوث تانية كمان أكتر بكتير ألف مبروك ليكينا وارتينا فخر لينا كلنا كمصريين دكتور هالا سالم مدرس الأشعة التشخصية والطب النووي بقسم البحوث الصحية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاء بالطاقة الزرية شكرا لك يا فادس شكرا لك يا فادس